معطيات جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية حول جهودها في محاربة الأمراض ونواقلها جاء ذلك في تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022 قدم لمجلس النواب ضمن الوطائق المرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية وأفدت تقرير بأن وزارة الداخلية وعين منها بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة نواقل الأمراض فإنها تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها وإمكانياتها وفي هذا الإطار أوردت وزارة الداخلية أنه خلال سنة 2022 تمارس تغلاف المالي ناهز 14 مليون درهم خصيص لاقتناء مبيدات الحشرات والجردان وكدم عدات المحاربة وأشارت الوزارة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما قيمته مليون ونصف درهم لفائدة الدرك الملكي وذلك حسب مقتضاية اتفاقية الشراكة والتعاون الموقع سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التي تلتزم بمقتضاها هذه الأخيرة بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن التوالد والتكاتر البعود وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج من جهة أخرى سلطت تقرير الضوء على مجهودات الوزارة في محاربة ظاهرة الكلاب والقطة الضالة وداء السعار وبهذا الخصوص أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطع الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البيطرة التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاتورها وتلقيحها ضد داء السعار وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها بما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك